ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة وصلنا للفقرة الطبية الحقيقة النحية النهاردة خصصنا الفقرة الطبية عشان نتكلم عن أشهر شكاوى لسيدات واللي أحيانا كتير جدا ممكن تستمر فترات طويلة وهي ألام المفاصل والعظام زي ألام برضو أسفل الظهر اللي تقريبا ما فيش ست ما بتشتكيش منها خاصة كمان مع وقفة المطبخ وشغل البيت وكمان بقينا نشوف سيدات كتير قبل سن الخمسين بدأوا بيصلوا على كرسي بسبب ألام الرجبة دي عشان كده النهاردة هنتكلم عن أسباب ألام المفاصل والعظام عند السيدات وطبعا طرق البقايا منها مع ضيفي اللي مشرفني بنوالني دكتور علاء الدين أحمد المستشار العلمي لشركة بكس فارما أهلا يا دكتور أهلا يا شف عظيمة زي حضر إليك الحمد لله أو أنا ممكن أقول سر أه تفضل الدستير ده للسادة المشاهدين كواليس اللي حصل ما بين الفقرتين كمية المخبوزات اللي اتعملت يتنسى فيه وكل ناس كانت مبسوطة أنا فعلا كنفس الناس تصور وتشوف إيه اللي حصل في المخبوزات الله يخليك وأنا على فكرة ده أكثر من رائع الله يخليك شرف لي يا فهي الله يخليك رب طبعا حدثك دايما بتجيب لنا موضوعات يعني مهمة أسئلة لكثير من السيدات ومهتمل بينا جدا فأنا بشكر برضو حيك بشكر الشركة أكيد على الاهتمام ده عايزين نتكلم فعلا عن الأعراض يا دكتور إحنا فعلا يعني الفترة دي ألام المفاصل والركبة وأسفل الظهر كتير جدا يعني أنا مثلا عندنا نادا كانت بتعمل الجلسات عليك طبيعي مثلا أنا بقول لك اهو فإحنا عايزين في سن صغير أو يعني من سن الصغير من التلاتينات حتى وإحنا طلعين عندنا الشكوى دي طب خلينا بس ناخد المطاقة من أوله آه تفضل ليه ليه التهابات المفاصل والعظام مشاشة العظام بتزداد عند السيدات عن الرجالة ماشي محظوظين أنت دكتور طبعا جسف المرأة غير الرجل طبعا جسف المرأة طبعا غير الرجل فهتلاقي أن الأربطة والمفاصل هتلاقي أكثر ليونة عن الرجل فهي أكثر عرضة أن يحصل فيها التهابات وممكن يحصل فيها في بعض الأحيان وشون تروجب هتلاقي في سيداكتور من الرجالة ده السبب الأولي السبب الثاني فيه هرمون الأستروجين هرمون الأستروجين هو بيسموه الهرمون الإنساوي هرمون الإنساوي ده بعد اللي هو بيسموه ثاني اليأس أو انقطاع الدورة الشهرية أو التنصيص شهر إيه اللي بيحصل للهرمون دا بيقل الهرمون دا هو المسؤول عن هشاشة العظام وصحة الأربطة والغضريف وده يفسر لك ليه أثناء الدورة الشهرية سيبت تشتكي من ألام العظم والمفاصل أو ألام الظهر أو ألام الظهر لأن الهرمون دا اللي بيحصل أنه هو بيقل أثناء الدورة الشهرية وهو المسؤول عن الأربطة والغضريف وهشاشة العظام فيتدى الألام تزيد بالإضافة أن السيد عرضة للسمنة أكتر من رجالة وبعدين يا دكتور في الموضوع ده عشان كده هي الفقرة دي مخصصة للسيدات طيب ماشي خلاص طبعا لا وبردو الرجالة برضو معنا ربما يديهم الصحة جميع دعوة خليكم أنتم الخير والبركة يا دكتور فالسيدات السمنة عندها أكتر من الرجالة تمام السبب الرابع أن الطبيعة يتعامل المرأة في الشغل البيت أو حتى لما بتنزل على فكرة المرأة هاردو وركة عن راجب طبعا بكثير هو ما عندهش قوة التحمل بداية فهو عندها الأربطة المرأة أكسر لأرجوك تتكي على الموضوع دي لسه ما عنده استرس على الموضوع دي لسه على فكرة المالتيوزر بتعمل حتى في المالتيوزر بتعمل كذا حاجة في نفس وقت شاء الله ربنا يحفظ ما جميعا يا رب هتلاقي حركة طبيعة شغلها في البيت في الحركات كتير فده وعور ده إن هي يحصل لها مشاكل في الأربطة والمفاصل والغضريف تمام طيب إحنا نعرف نحل ده إزاي إحنا بقى نحتاج حاجة خارجية ولا حاجة إحنا هنعملها تساعدنا بس خلينا نتفق ودائما بقول إن الهدف الأساسي من هذه الفقرة هي الثقافة الغذائية والثقافة الدوائية عشان السادة المشاهدين يعرفوا إزاي تعاولوا مع جسمهم سوى كان هياخد مكمل غذائي أو أكله ده الهدف الأساسي خلينا نتفق على شيء إن إحنا العداد الثقافة بتاعتنا فيها مشاكل كتير جدا يعني مثلا بما نحن نتكلم على عظام وعلى مفاصل لازم نعرف قصة فيتاميندال صحيح ليه فيتاميندال؟ إن فيتاميندال هو المسؤول عن امتصاص وترسيم الجلسان في العضل يبقى أنه لو عندي مشكلة في فيتاميندال يبقى عندي مشكلة في العضل يبقى عندي مشكلة في الشاشة العظام التي تفعلها هي بتبقى زيادة في السادات عن الرجال يبقى لازم الأول أحل مشكلة فيتاميندال على الفكرة هو المصدر أساس الفيتاميندال على سبيل المسال مثلا عصير برطوان وصفار البيض أو منتجات الأسماك بس احنا ما عندنا نشي الثقافة دي بل ضفة للتعرض للشمس الوسائل الترفيه فبعدنا نتعرض للتكيف كتير صحيح فبالتالي الشمس هي المسؤولة عن تحرير فيتاميندال في جسم الإنسان فهتلاقي احنا لو عملنا تحليل لمسلا لمية هتلاقي 95% منهم عندهم مشكلة في ناصف فيتاميندال وعلى فكرة ناصف انت ما بيبقى في السيدات موجود أكثر من رجالة كمان يبقى احنا الأول حاجة ما يحتاجين نعمل ايه ان احنا نحل مشكلة فيتاميندال ولما اجي حللك مشكلة فيتاميندال او حللك مشكلة فيتاميندال انا بحلها عن طريق مكمل غذائي على فكرة هي تسلامت التغذائي بتقول ان المكمل الغذائي اللي فيه فتمنى أنه هو طعام يعني دولك أكل او فهمت بس طبعا عمره يعني احنا مابقناش في ثقافة أكلنا اليومية بناخد الانتكل المفروض يعوضنا على الناس موانا لما اديك المكمل الغذائي كأنه اديتك وجبة فيها الجرعة او التركيز الكافي من فيتاميندال عشان كده اصبح ضرورة بالنسبة لنا دلوقتي مكمل الغذائي عشان كده احنا لما نيجي نتكلم النهاردة على كرس العظم بتاعنا احنا بنتكلم عنه كوقوي وكعلاجي وابتك على وقوي اكتر من علاجي كمان لان انا مش عايز المشكلة تحصل وبتدي عالجك لانا بقول لك زي بالزبط كده انا مفوض اقول لك ايه تاكل صبار فيه وتشرب عصير برطان وتاكل اسماك ده ما بيحصلش فانا بديهلك في صورة قرص الفيتابيكس الفيتابيكس ده هو اول مكمل غذائي عندنا وعلى فكرة كلمة مكمل غذائي يعني ايه يعني انا بكمل لك الغذائي بتاعك وده هو موجود عندنا على الشاشة طب دكتور اقول لنا بس عشان يفهموا الناس ليه احنا بنحاول نعالج نقص في فيتاميندال لانه ايه الفوائد اللي بيتعود علينا لما بيبقى كويس في جسمنا بصح ريك فيتاميندال هو المسؤول عن امتصاص وترسيب الكالسان في العظم والعظم اصلا بتكون من كالسان يبقى لازم لو انت عندك مشكلة في فيتاميندال هيبقى عندك مشكلة في العظم وهيبقى عندك مشكلة بالتبعاء في المفاصل فيتاميندال هو اللي بيرفع كفاءة جهاز المناعة بتاعتك فيتامين دال هو المسؤول على انظارة البشرة وكفاءة الشعر وعلى فكرة والضوافر كمان اللي عندهم ناصف فيتامين دالي يقول لك يا راندي مش خلاف دوافري فيتامين دال هو المسؤول على الحالة المزاجية والنفسية بتاعة الإنسان اللي هو القرق والقلق والنوم والكلام ده كله صحيح فيتامين دال هو المسؤول عن صورة الحال اللي عندهم ناصف في فيتامين دال هتلاقي عندهم صورة الحالة وإلافة بالتالي يبقى عرضة للسمنة بالتالي هيبقى بنحمل على المفاصل والركب يبقى إذاً فيتاميل دال هو العامل الأساسي والمشترك في جماعة الحاجات اللي بتنور علينا أمراض أو غير أمراض كويس بما إحنا بنتكلم على كورس عض إحنا بنتكلم على حتة امتصاص وترسيب الكادسة في الجسم يبقى الفيتابيكس على فكرة التركيز بتاعه ألفين واحدة دولية هو احتياجات الجسم في اليوم من ألفين إلى أربعة آلاف كويس المفروض أنك تقضهم من أكلك فأنت بتخوش من أكلك فأنتدورك في صورة مكمل غذائي يعني ندولك في صورة طعام بس صورة طعام في صورة أرس كويس لو أنت عايزه كوقاية يعني ما عندكش هذه الأعراض بتاخد أرس واحد طب لو أنت بتشتك من هذه الأعراض بتاخد أرسين في اليوم بيبقى بعد إيه بقى أني فترة في اليوم وهنتكلم في نهاية الفقرة على الكورس بتاعنا كله إزاي التاف كويس يبقى حدث لك مشكلة فيتامين دال وإحنا بنتكلم مع العظم يبقى لازم الكالسام شيء أساسي يبقى عندنا المكمل غذائي التاني بتاعنا اللي هو أسيت زيت بيكس اللي هو التركيز فيه 1350 ميلي جرام كالسام ومحطوط في صورة كالسام ساتريت زي ما هو بيان على الشاشة ليه صورة كالسام ساتريت؟ لأنه وجدوا أن كل الكالسام الموجود في السوق في غير صورة الكالسام ساتريت بيأثر ويتأثر بالمعدة يعني إيه؟ يعني أنت لما بتاخده يبقى عندك مشكلة في المعدة بتعاني من إمساك عندك الترباط في المعدة عندك أرصى في المعدة تمام؟ دي رقم واحد طيب وكمال ممكن يتأثر بالعصارة الحمضية بتاعت المعدة مثلا يعني التأثير بتاعه يقل أو الوصول بتاعه يقل فهو عشان كده حططولك في صورة الكالسام ساتريت وعلى فكرة الكالسام ساتريت في الأمريكا وأوروبيا هو بيتاخد بعد سنة 40 كبروتوكول يعني إيه بروتوكول؟ يعني أنت بتشتكي من الشاشة أعظم وتشتكي من الشاشة أعظم بتاخد الكالسام ساتريت كوقائي بصورة الكالسام ساتريت أيوة فهم عشان ما يتعبكش معددك لما يقولت حلت لك مشكلة فيتامن دال وحلت مشكلة الكالسام كويس حقيقة إحنا بقى الأساس بتاعنا والمشكلة الأساسية هي المفاصل أيوة ليه؟ لأن المفاصل لو أنت ما تعملتش مع المفاصل بتاعتك صح وخدت حاجة وقائية هتخش مننا في خشون تربة وقد تؤدي لتغيير مفصل أن الجسم قريدي فيه مواد ينتجها هي وظيفة الأساسية كيف تحافظ على الأجساء الداخلية لجسمك لما نجد نتكلم عن المفصل يعني إيه مفصل الأول أي عظمتين بيلتقوا بعض عن طريق الأربطة وبينهم غضريف يسمونهم مفصل مفصل كتف مفصل حوض مفصل فجد فين الصورة يا أولا وعلى فكرة بالنسبة للسيدات هو أول مشكلة بتواجهنا معها هي مفصل حوض ومفصل فجد أيوة صح عشان كده تلاقي إيه بيحصل كسر في حتة دي هو نتيجة للشاشة الأزامة تمام طيب خلي بقى لحضريك الغضريف دي هي بتعمل مخدات إيه مزيتها بقى وإيه اللي بتعمله هي بتمنح تكاكل العظم ببعضه وبين الغضريف دي فيه سائل اللي هو بسموله هيرونيك أسد هيرونيك أسد ده هو اللي بيمنع تكاكل الغضريف ببعض أيوة لما السائل ده بيقل أيوة لما السائل ده بيقل لي اللي بيحصل غضريف بتأكل في بعض وبعد كده العظم يأكل في بعضه ونخش في خشونة الرجبة وبعد ده نخش في تغيير المفصل وعلى فكرة أول ظاهرة تقطاة الرجبة دي يعني يخلي بالك التداخل في خشونة الرجبة ياه طيب تأكل الرجبة حصلت ليه تحصل أكتر في الشتاء يا دكتور طيب حصلت أكتر في الشتاء من الصيف هو بتحصل أكتر في الشتاء لأن السائل اللازج ده بيزيد بتسادل زوجته في الشتاء عن الصيف لأن دكتور تحرى بتقل أوكي فبتسمع صوته لتقطاع هو بيتساوك أنه مش موجود على فكرة طيب أنا أعز إليه حللك المشكلة دي عن طريق هيرونيك أسن هو الجسم قردي بينتك تلات مواد المواد دي هي مسؤولة عن صحة الأربطة والغضرين والسائل ده كويس أول حاجة فيها الكلوكوزامين ومش مهم الاسم إحنا بس دي جاست معلومة للسادة المشاهدين كلوكوزامين والكوندروتون هم مسؤولة عن كفاءة الأربطة والغضريف الجسم بمتجومش بالكمية الكافية مع تقدم العمر مع العادات السياءة الخاطئة الغذائية أو عادات الحركة فالكمية اللي بطيجة الجسم مش كافية أنها يتحافظ على صحة الأربطة والغضرين فأنا حطي تطالك في المكمل الغذائي التالي بتاعنا هو الجوينت بيكس جوينت بيكس ده عبارة عن إيه وهو موجود قدامنا هو هو القوة الخمسية وهنعرف فيه قوة خمسية هو بيكون خمس حاجات على فكرة كمية كلوكوزامين والكوندروتون والهروريك أسد الجسم المسؤول أنه هو ينتجه بسبباتش ينتجه أو بنتجه بكمات قليلة كلوكوزامين تركيزه في الجوينت بيكس تركيز 50 ميلي جرام وعلى فكرة احتاجات الجسم في اليوم 1500 كنت لسه أسألك يعني الجسم بيحتاج في اليوم ينتج 1500 بس هو أصبح لينتج هذه الكمية حطيط لك 500 ليه؟ لأن أنا يهمني قوقايا الأول وقايا يعني الجسم بينتج بس بمنتجش الكمال الكافية فهتطولك في تركيز 500 ميلي جرام لو أنت هتاخده قوقايا هتاخد قرس واحد في اليوم إنما لو بتشتكي أورادي من الألام المفاصل أهو يا دكتور أشرح لنا على الفكرة الفيديو ده بيوضح لك إزاي خشونة الرجبة بصوح هيك أدوات اللي يحصل حصل للتحابات عندنا هشاشة مشكلة في العظام هشاشة العظام لنقصة في الكالسا وفيتاميندال بعد كده هيحصل عندي التحابات في الأربطة وطبعا انتفقنا دي موجودة في ستاتة من الرجالة أيوة بعد كده ما بعلكش فالسائل ابتدى يقل فالسائل اللي ما ابتدى يقل هيبتد الغضريف تتآكل ولما الغضريف تتآكل أو تشوفي حريك ده مع الحركة آه تحتكتب بعضها إزاي الغضريف أهي الغضريف أبتدت تأكل في بعضيها ودي المرحلة اللي هي قبل مرحلة التقطاء هنخش بعد كده في مرحلة خشونة الرجبة أنا بقى مش عايزة أوصل لك لمرحلة دي أيوة بديك الجونت بيكس كحاجة وقائية بتحافظ على كفائة وصحة المفاصل والغضريف والأربطة طبعا احنا اتفقنا ان هو فيه كلوكو زمين وفيه مادة كمان الكندروتون برضو دي مسؤولة عن بناء الأربطة والغضريف الهيرونيك أسيد اللي هو السائل اللازج السائل الزج ده موجود بتركيز 50 ميلي جرام في الجونت بيكس أنا بقولك ما تحقنش لان انت احتخده كروتين كصورة أعراض طيب احنا اتفقنا ان هو الكورس ده علاجي ووقائي علاجي يعني ايه يعني انت قريد بتشتكي من ألم المفاصل من ضمن هذه الأعراض في بعض الأحيان بيحصل تورم في منطقة المفصل ويبقى عندك ألم مبرح جدا أنا حططلك في الجونت بيكس بمنه هو مكمل غزاي فأنا حططلك مستقرص البرومالين اللي هو بيسموه مستقرص الأناس اللي هو مضاد للتورم تمام مشكلة بس حططلك فيه مستقرص الجنجر وهو مستقرص الززان جبيل ده مسكن للألام بيخفف الألام وتاني حاجة ان هو بيزود من الدورة الدموية في منطقة المفصل لان هيو المشكلة لما المنطقة دي بيقى فيها فيها قلق او فيها تعب الكمية الدم اللي هو ضفق لابة قل فأنا عشان كده عايز زودلك من الدورة الدموية في منطقة المفصل اي ان كان المفصل ايه ده قصة جونت بيكس طيب الجونت بيكس ده في حاجة اتفاق ان لو هو وقائي هتاخد قرص بعد العشاء لو هو علاجي هتاخد قرصين بعد العشاء كويس تمام طبعا انا افضل ان احنا ما نستناشل المشكلة ايه قابل المشكلة وقائي اول مشكلة في بدايتها تعامل معها عشان ما تخش في خشونة الرجبة وبعد كده تخش لي في تغيير مفصل وما ادراك عملية مكلفة جدا كمان مكلفة ومتعبة لصاحبها جدا طبعا هو بديها بعد ما بيعنوا عليها الحركة عنده بتختلف بيعمل بقى الجوينت بكس اخينا سهولة الحركة تمام بيحافظ عربطة والغضريف مساكل الالهام ومضاد للتورم بيحافظ على كفاءة العظم عشان كده بيسموه القوة الخمازية لصحة عظام افضل تمام ده قصة الجوينت بكس طيب قولينا الكورس تانية دكتور كده ممكن نعرض الكورس جماعة شوف كده الكورس هو فيه الجوكر بتاع الكورس حينا لسه ما كلمناش عليه اه قولي بقى الجوكر هو القلب مالتيفيت ليه جوكر لان الجوكر ده هو باعتبره في نفسه كورس من الفيتامينات والمعادة على فكرة القلب مالتيفيت من المكملات الغذائية النادرة في السوق اللي تلاقي فيه 13 عنصر وانا عايز اقول السادة المشهين اول ما قلت سورة القلب مالتيفيت الشيف عظيمة دي حكيت لان هي بتاخده ومقتنع بيه ايوة صح لان هو بصراحة فرع جدا فيه كل مجموعة فيتامين بي اللي الواحد مش بيحتاجي اخدها في حقن تمام فيتامين بي وان وتو y otras كل المجموعة وثولف اه وفيتامين سي بنسبة 500 فدي بنسبلي انا مبخذش فيتامين سي في الآخر لا لا وفيه طاقة فيه حركة مفيه كسا ووجوده باستبرار مهما على فكرة فيتامين سي هو المسؤولium على الكلوجنت في نظرة البشرة فيتامين سي هو بيشتغل في الكفاءة فيتامين سي لدور في عمليات الحرق كمان أيوة صح ده فيتامين سي وتركيز خلصية من الجرام اللي احنا لما كنا منحتاجه زمان بروح اشتري حاجة فيتامين سي بس صح بس انا على فكرة هو الجسم اصلا مقفوش نقص في فيتامين واحد بس أيوة مجموع هو الجسم ممكن تلاقي فيتامين سي نقص فيه والكالسام نقص فيه أيوة صح على فكرة فيه كالسام فيه الفوليك أسد أيوة ناخد الكورس بقى أكلمنا عن الكورس يا دكتور سعره كويس ومناسة أما حاجة لأصدقائنا عشان يبقى هما قبل منتكلم مع الكورس فيه أرقام تلفونات ظهرة على الشاشة أيوة أرقام التلفونات دي حاجة بتتوصله مع الأمطلية بتوصل في كل المحافظات بتوصل في كل المحافظات والناس اللي بيرد عليك هو ناس متخصصة إنه هو بيسألك شوية أسلة عشان يحدد لك الجرعة هل هي وقائية أو هي علاجية وعلى فكرة برضو بالنسبة لأرقام التلفونات اتفقى إن الكورس ده موجود في بعض المنشفات الكبرى في مصر وده دلالة على الثقة في هذا الكورس طيب الحمد لله دي رقم واحد الكورس مور أكنوميك يعني اقتصادي جدا لأنه هو كورس من حاجات مصرية مش مستورد حيث لو روح تجيب المستورد بتاعه يتضرب في 5 أو 6 أو 3 الكورس ده سعره مور أفوردبل يعني حاجة مناسبة جدا نقول الجرعة في الآخر بسرعة آه بسرعة الليل من ملتيفيتو الفيتا بيكس بيتاخد أرس بعد الفطار لو هو وقائي لو علاجه هتاخد أرسين من الفيتا بيكس سيد زيت بيكس بناخد أرس بعد الجدى جونت بيكس بناخد أرس واحد لو أنت ما عندكش الأعراض بتاعت المفاصل والركب بتاخد أرسين لو أنت بتشتك من الأعراض المفاصل هاي والله يا دكتور رابش والله الحلقة كلس بسرعة ربنا يبرك فيك عشان حدتك منورنا بس اسمحولي طبعا أشكر دكتور علاء الدين أحمد المستشار العالمي لشركة بيكس فارما نورتنا وشرفتنا شكرك يا شب عظيم وطبعا اسمحولي أشكر حضراتكم شكر خاص جدا لمتابعتكم وليهتمامكم ومن خلال شاشة قناة الأهلي تحية وحوة تغذيل لكل متابعينا في كل مكان وأخيرا أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم من هنا لحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة وصلاة عليكم